وزعت مؤسسة راعي مصر كاراتين مواد غذائية ودواجين على الأسر الأولى بالرعاية وذلك ضمن حملة 3000 كارتون بشكل شهري لعدد من الأسر المستحقة داخل مركز بني مزار في شمال محافظة المينيا يأتي ذلك في إطار دور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لتوزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية في إطار دور التحالف الوطني لتوزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية وزعت مؤسسة راعي مصر كاراتين مواد غذائية ودواجين على الأسر الأولى بالرعاية ضمن حملة 3000 كارتون بشكل شهري لعدد من الأسر المستحقة داخل مركز بني مزار في محافظة المينيا نحن نشكر التحالف الوطني لأنه هو اللي يدعمنا وهو اللي يوجهنا على نحن كيف نخدم الأسر وكيف نوصل لكل الأسر الأولى بالرعاية نشكر التحالف الوطني لأنه دعمنا النهاردة بتقريبا حوالي 3000 كارتونة للناس الأكثر احتياجا وبنوفر لهم المواد والسلعة التموينية هذا ويستهدف التوزيع الأسر الأولى بالرعاية البالغ عددها 3000 في مركز بني مزار بمحافظة المينيا وسيتم توزيع هذه المساعدات بشكل شهري منتظم بدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واستطاع التحالف الوطني توحيد كل الجهود التطوعية والأهلية والمدنية تحت مظلة واحدة من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات جيت هنا عشان أخذ كارتونة وكل سنة أنتم طيبين ويعود عليكم فيه كل عام أنتم طيبين ونشكر اللي أعطانا الحاجة دي يأتي ذلك ضمن توجيهات رئاسية بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني للعمل الأهلي وإيصال المساعدات إلى مستحقيها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر